السلام عليكم شباب معكم مفدول من Game of Time جاوليكم اليوم فيديو فيه راح أتكلم عن أحلى Game Event أضيف اللعبة طبعاً عندنا إفنت طويل اسمه Hunter Right وراح يستمر معنق ورابطين اسبوعين إذا ذا سبيع أنا ما أتكلم عن ذا أنا أتكلم عن جزء فيه ولا ولا Hunter Right اللحق إحليه وإلى الآن ومستلس بشكل كبير بالإفنتات الصغيرة موجودة فيه بس فيه إفنت واحد اللي أنا صراحة بأتكلم عنه بتركيز كبير في الفيديو هذا اسمه Theater Mechanic إسترنا فيه شوية تعقيدات وبعض الناس لاحظتهم معانين فيه معانا اللحق أحسه سهل بس لني أنا فاهم قوانينه فبشر القوانينه بعض الخدع بعض الأشياء تعلمته ويمكن تساعدكم تخلصونا سريع سريع ويمكن حتى يصير راح المودات الحبابة من نسبة لكم أوكي؟ بسم الله طبعاً كل هذا قبل نبدو ما عليكم سبسكرايب لايك كومنت وطبعاً للتفكير فقط عندنا قفوي حالياً بادي لتشاوب بسبب وصولنا أو بمناسبة وصولنا العشرين ألف سبسكرايبر واللي مزار رقم أن مصد ما شاء الله وصلنا في شهرين أو ثلاث شهورت قريباً الله يزاكم اللي في خير صراحة على أمم طريقة الدخل حقتها في الانسكريبشين في لينك حق الإنسجرام تدخل عليه تسوي فولوك تدور صورة هذي تسوي لها لايك وتسوي لها منشن حقتين من ربعك وتدخل مباشرة على السحب رح نختار الفائز بين ثلاث بعد أربع أيام خلص من هذا؟ خلنا نبدأ بالفيديو هذا بسم الله اليوم بتكلم بالتركيز وبالتحديد عن حاجة اسمه ثيتر ميكانيكس جزء من الإفنت الحالي راح أتكلم عن بقية الإفنت بكرة بإذن الله الآن ثيتر ميكانيكس واللي هو جزء واحد لقيم الإفنت مود باختصار عبارة عن تاور ديفنس اللي فيكم أسمع عن الكلمة هذي من قبل ولا يعرف بضعب شنه خلنا بتخل مراحلة حطني مراحلة زيب تاور ديفنس ببساطة الكاملة عندك منطقة معينة تدافع عنها وعندك مناطق معينة يطلعون منها الوحوش الوحوش يطلعون منها من المطقتين دولي يمشون على الخريطة سواء يخلون الممر اليمين اللي صار على حسب الممرات تتغيروا الطرق حقاتهم وحاولون يصلون للنقطة نتدافع عنها هدفك أنت أنك تذبحهم قبل أن يصلوا إلى المنطقة هذه شون تذبحهم؟ اللعبة أقوانة مدافع تقدر تحمينها ولا تنسوي فيها دامج للوحوش اللي مرين أنت شخصيتك ما تسوي دامج نهائيا تقدر تحط بعض العناصر على الوحوش تحط عليهم ماي ثلج كهرب تساعد في الاليمينتال رياكشن بس أنت تسوي صفر دامج في الفايت وما تكن جمع الالتوميت أشان تحطه في بارك الان كل واحدة من المدافع لها تأثير مختلف وعندنا بداية اللعبة أول ما تبدأ خمس مدافع أساسية أربع يسوي دامج والخامس يحدد منطقة معينة أي أحد من الوحوش يموت فيها يعطيك نقاط أكثر من العادة أشان تحط مدافع جديدة خلال الأيام القادمة أبدل أن الان راح تنفتح مدفع واثنين وثلاثة وذول يعطونك نظام مختلف من اللعب ونوعا ما يساعدونك تسوي كاونتر حق بعض العناصر راح نقابلها اللي فيكم حسن أن الكلام معقدة تخفوه بندخل جيم بوروكم على أرض الواقع عشان تلعبون فيها تقريبا بس قبل هذا بتكلم عن بعض القواعد حقة اللعبة بشكل عام عندك ثلاث عملات مهمة لازم تحطها في بالك ونقعد تلعب المود هذا والواقع اللانتر رايت بشكل كامل واحد وأهم حاجة شاو لانتر حاجة راح تسويها وهو عبارة عن مصباح مربوط بالإفنت كله راح تسويها و راح تتعلم الوصفة حققته خلال الإفنت ولا الكوست اللي يجيك مع الأبديت هذا اللي ينزل الكل عنده تسوي الكوست هذا اللي مربوطه القصة حققت شاو راح يعلمونك شون تسوي اللانتر هذا عشان تسويه لسنا متروح ندل كرافتنج بنش تلقى المخطوطة عندك فوق هنا ويحتاج ثلاث أدوات مختلفة الثلاث أدوات دولي ما كانوا موجودين في اللعبة من قبل موجودين الآن وجونا كنت تسوي الأشياء بشكل طبيعي أي نبتة تجمعها في العالم راح تعطيك القصر والسكر هذا ولا الفائبر أي موب أي وحش أغلبية الوحوشة تذبحهم يعطونك القطعة القطن هذه أي معدن تكسر في اللعبة وبعض الوحوشة الحجريين إذا ذبحتهم ولا دمرت المعادر راح تطلع منهم الحجرة هذه كذلك تحتاج واحدة من كل واحدة من دولي عشان تسوي لك حبة واحدة من لانتر خلنا نسوي كم من حبة سريع شريع منهم لنحتاجهم في الانفنت حقنا الآن سويت منهم كم من حبة قرابة العشرين الواقع إني أسوي أكثر من كده بكثير بس قلت بسوي عشرين الآن ولأننا نحتاجهم عشان نلعب المود هذا عبارة عن القرش ولا القرش اللي تحتاجها عشان تلعب كل جيم منها كل جيم يحتاج تعطيهم واحدة من لانتر دولي وبشوفنا داخل الآن بإذن الله هذا هو العملة شوفك المحاولات تحتاج وحدة لانتر إنشان تدخل تلعب فيها العملتين الثاني اللي باقي عندنا حاجة يسميها الكلمة اللي أولا معقدة بشيرها من المعادلة كلها وبسميها السجلز سجل هذي العملة اللي تجيك لما تخلص المراحل بشرط إنك تحقق بعض الشروط وتحديات هذا معقد أعطيه ورصة لما تخش عندك هنا على ستيج فيتشرز لما تخش المرحلة عندك شروط كثيرة موجودة فيها كل شرط التوفي والتوفي من ذولي رح يطلونك عليه السجلز السجل ذولي عملة نحتاجه عشان نطور ونشتري مدافع جديدة أي حاجة تسويها في اللعبة واللي في المرحلة بشكل عام تعطيك كمية معين من السجل خلصتها تعطيك ستين خلصتها بدون منحش هون أكبر خمس وحوش تعطيناك ثلاثين خلصت بدون منحش أي وحش تعطيناك ستين وكل حاجة تسويها تعطيك عدد معين من العشرين عشرين والواقع الرقم هذا في الأخير ينضرب برقم معين على حسب الصعوبة اللي اخترت أنت بداية الإفنت الصعوبة الأولى تعطيك بالضبط الرقمي اللي جمعتها بعدين الصعوبة الثانية تكون وحوش أكثر أقوى وغث لكن تنضرب الريورد حقك بواحد رصة اثنين أو واحد رصة ربعة أو ستة أو اثنين أو ثين ونص أو ثلاثة اللي آخر حاجة فنقابلها في الإفنت هذا بإذن الله فعقين إنسووا الإفنت يعطونا السجلز نأخذهم وندخل عند الإفنتوري حقنا ونطور المدافع حقاتنا إذا طورتهم رح تزيد دمج حقهم بشكل عام ولما توصلهم بمستوى ثلاثة ولأ ليفل ثري تنفتح عندهم خاصية معينة وإذا وصلتم لليفل خمسة تفتح خاصية أضافية العادة أنت بتطورهم قد ما تقدر إذا المرحلة اللي انت خلالها صعبة عليك واجد وتحس إنك معاني واجدوا إياها لا تتحمس وتخش الصعوبة الثانية والثالثة والرابعة ادخل الأولى وفرمها لين تقول بس مبعرفت خلصها عادي سوي كم تحدي يعطونا تكمل واحد من ذولي وطور مدافعك وفجأة تشوف عندك المدافع تسوي دمج بكل أقوام الشرس هذا حين الثاني حلو الثالثة واللي هي أهم حاجة بالنسبة لنا يسمونها Peace Talisman العملة اللي نجمعها خلال الإفنت ومعناها ما رح نجمعها بس من التحدي هذا رح نجمعها بفقرات معينة من الإفنت هذا اللي رح يمتد على مدى أسبوعين أو ثلاثة ونستخدمها في حاجة اسمها Chao Market بقالة Chao مبعو اللي يبيع فيها بس دعنا نقول مسمى على الإفنت حقا ولا الاحتفال حقا Chao Market تدخلونا من هنا يلقون في ثلاث مركات مختلفة مركات 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 بقالات مختلفة وققت مركاتها المهم عندك الأول والثاني والثالث فيهم ريوردات مختلفة تشريها عن طريق العملة هذه الثاني والثالث ما بعد ينفتح لنا اليوم رح ينفتح خلال الأيام الجاية بإذن الله وكل واحدة فيها فيها ريوردات خاصة فيها واللي أهم من هذا اللي كثير من الناس متحمسين عليه يمديكم تشترون إذا جمعتوا ألف واحدة من الشخصيات اللي تتكلم عنها في الفيديو اللي فات تحطوا في بالك تحتاج ألف Peace Talisman العملة هذه ويمتلك تجمع كمية كبيرة من Theeter Mechanicus اللي تكلمت عن الفيديو هذا وتجمع أكثر خلال الأفنتات الجاية كم الحد الأخصى ما لا أدري بس الواقع رح يكون أكثر من ألف والفين وثلاثة حلو الآن تكلمت عن القواعد الرئيسية حقيتها خلنا ندخل ورئكم على أرض الواقع شيء المفروض تفكرون فيه وانتو قاعد تلعبون المود الحق المود مم صعب يمكن في البداية بلكم تعودون عليه ويجبون شخصيات معينة تساعدكم بس في الأول في الأخير المود مفروض ويكون سهل لأنه مديك تلفل أو تلعب مع واحد ثاني يساعدك تسوي المود حلو خلنا نبدأ ورا أخذ الصعوبة الثانية معني مشكلة فيها اختر الفريق المثالي بالنسبة لك أنصح بشكل كبير تحط فريق متنوع الألمنتز حقينا أنا الفريق اللي حب أستخدمه الفريق هذا عندنا ثلج وماي أقدر أضربهم مع بعض ويجمدوني لقدامي مرح يسوون ولا دمج بس يجمدونهم أنا يعطوني وقت أكثر أحط دفاعات وأذبحهم وخلي التوراة حقيين يضربون ومركزون عليهم الآن مو بشكل عام أي أحد يتحكم بالناس ويقول لهم مهمين واجد في اللعبة عندنا أحط فبال كما يمديك تسوي الألتمت وما يمديك تجمعها تجمع شخصيات الإي حققتهم اللي ألمنتر سكول تفيدك سكروز مثالية جيل مثالية شخصية رئيسية مثالية ذنتي حليوهي أي شخصية عندها القدرة أن تتحكم في الناس بالإي الشخصية الرئيسية الحجرية بعد أن تقفل الطريق على بعض الشخصيات أنت تفنن في البلدات تتسوي ما في بلد مثالي لأن الواقع كل البلدات تشغل وتمشي معك عسل على العسل لكن أنت تفنن في بلد حقك راح أوريكم البلد اللي ألعب فيه وبسم الله طبعا أنا أوريكم على أرض الواقع شي اللي نسوي لما نلعب المرحلة هذه وعندي وقت قصير خريطة أجهز فلازم أكون عمّة سريع في الشرح عندي وقت معين قبل أن يأتيني أول ويف نعرف كم ويف موجود عندنا في اللعبة وقعني سهر أول ويف في 20 وحش عندي 400 نقطة ولا بوينز هذه العملة حقاتنا اللي نستخدمها لنحط دفاعات لنا وعندنا حد معين ولا حد أقصى لدفاعات اللي نحطها مهم تشوف الخريطة قبل تشوف عدد اللحوش اللي بيجونا وانواعهم وحش مائي لو نحط كهرة بيساعدنا وحش عادي الخريطة هنا يطلعون لحوش من جهة معينة ويمشون المسار هذا لمطقة دفاع حقاتنا فالدفاعاتنا سنصد خط واحد محتاج أن نتم في الخط الثاني الآن حلو؟ الآن 30 ثانية يمكننا نسويها دور النقاط اللي في الأرض وهذه النقاط التي تحط فيها الأبراج حقينك ما تحط في مكان ثاني فالنقاط هذه كلها الوحوج أو الوحوج الوحوج رح يجون من هناك وفي خط واضح يوريك المسار المشي حقهم معناه رح يمشون اتجاه مباشر لنقطة دفاع حقاتنا أنا حب كم من شغل أحطها عندي الأولى ذي لما تذبح وحوش العادة يعطونك النقاط اللي تصرفها وتشير دفاعات أقوى أقوى إذا ما توحوش داخل الدائرة هذه يعطونك نقاط أكثر فأنا حب أحطها في مكان حليا وزي كذا أو حتى في الوجه قدام علمهم أجي هنا وأحط كذلك أنا حط فريقي ثلج وماي اثنين يتفاعلوا مع بعض يعطونا شخصية متجامدة فيوقفهم لفترة معين يمديك الدافع بشكل أفضل على المنطقة حقتك وعلى الباث حقك وعلى الطريق حقك فحب أحط الماء وضرهم ضربات ثلج ضرباتي ما رح تسوي دامج لكن لما يتفاعلهم مع بعض رح تسوي التأثير حقها إذا أنا خايف أن يعدون الدفاعات حقتي عندك شخصيات الهوائية تسوي لهم بوش وتتحكم فيهم سواء سكروز أو جين تجمعهم وتدفهم ورا كل ما ماتوا ناس يعطونك نقاط أكثر شوفونا علي سارفوغ وإذا ماتوا في المنطقة هذه يعطون نقاط أكثر وأكثر وأكثر هدفك وعيد هدفك في اللعبة حاليا أنك تحط أكبر نوع من الأبراج اللي تقدر عليه يبليه شيء لهذا وحط طوره هناك أيوة فإذا حطيت الماء يحط برج تاني يتفعل مع بطريقة صح مثال الكهرب الكهرب من الكمبوات الجيدة مع الماء أنت ما شاء الله يعني مصر أي قولنا من الكمبوات الحلوة مع الماء يسوي لك دمج عالي يمديك تحط ثلجو نار ثلجو ماي ثلجو كهرب أي شيء أنت به جوارة احنا ما نسوي دمج اللهم نحنا ندفهم ونقير اتجاههم أو حتى ندفهم مرة خطتين ثلاثة بعض الوحوش اللي يمديهم مع الدفاع هذا توقع الواقع عندنا فلوس أكثر من كذب واجد يمدي حط دفاعات أكثر ومفروض تحط دفاعات أكثر أنا أفضل تحط دفاع المنطقة اللي يشمعون فيها كل الممرات مثال الممر هذا الممر اللي وراء إن شاء الله يمديع يعدي لو عدك أوريتكم أن بعض الوحوش يمديكم تقطونهم الحفرة الموجودة هنا إذا خلصت واحدة بالموجات اللي بحت العشي وحش حقهم تخش الشاشة هذه ذي عندك وقت معين اللي هو تحت هنا ثلاثين ثانية تتجهز الدفع اللي بعدها ولا الوحوش اللي بعدها الوحوش اللي راح يجون علي سار درع ثلجي درع ثلجي مائي وثلجي حلو المائي أو المدافع النار مهم ما عندنا حاليا وتختار واحدة بفات هذه اللي تزيد قوتك بعضها بفلوس بعضها بدون إذا شفت كلمة فكل معناها بف أليم لكن في عقوبة ما راح تعرفها اللي اختارتها اختارها العقوبة تقول لي أي مدفع يسوي ضربات في الزكار راح يكون طافي لمدة ويف واحد ولا لمدة الشي اسمع الله يكتع بلي اسم موجة واحدة عادي ما يهمني الواقع الدفاعاتي مساعة شفنا الوحوش راح يجون ثلجيين حلو معناها لازم أخط دفاعات نارية تساعدني أقدر أحط هنا ورا دفاع ناري واحد وحط هنا واحد ثاني دفاع ناري ثاني ذول الوحوش اللي راح يجون اللي عندهم شلدات ثلجية راح يمديهم اتصرفهم معا ويكسرون الشيلدات حقتهم ويذوبونها أجي عندي نقاط معين لا وصلنا ثمانطعش ما عندي أي حاجة أسويها الآن طلعوا كذلك الواف الثاني تبني انتبه لا طلع البوابة الثانية والممر حقا راح يمر المنطقة هذه المعناها كلهم راح يمرون المنطقة هذه زهدت سويت جهازات كلها يمديك تضغط حرف البي وتبدأ الواف اللي بعد مباشرة عندنا 40 وحش أتوقع يمدينا عليهم بإذن الله تروع ثلجية إذاك سريع طبعا الشمال لازم تحطوهم في بالكم تتصرفوهم مع سريع سريع بس الأغلبين نبيموت قبل أن يتحرك لأن الماء والكهرب يصوون دمج أهلي معنا بدأنهم ذولي يمديك تأخذهم وتقطهم في بعض الحفر اللي موجودة في اللعبة عندنا هنا مبلازم تنوتهم إذا حتن قطيتهم في الحفر كانت لك موادتهم باجين الشخصيات الرئيسية مع الهوى حقها سكروز ذولي شخصيات جيدة تحكمون في الناس خاصة اللي يحاولون نحشون منكم اللي قد تصرفوا معاهم مثال على هذا الفرحان نقله تنحاش قط هناك تصرفنا معا الآن كل مذبحوا ناس أكثر كل مطورنا الدفاعات حقاتنا فيجي حط هنا ودفاع كهرب ثاني يساعدنا ذي المنطقة وافية نتذبح الناس اللي جاي من ديك الجهة أبدأ أجهز للناس اللي جاي من هنا مثال أحط عليهم شي بطؤهم عبارة عن ماي وثلج مثال حلو عندي عملة ثاني من وذي مفروضا اللحوش اللي جاي من ديك الجهة يتجمدون شوي ويعطونا فرصة نحاول نتأقلم معاهم ونصدل هجم حقاتهم أهم حاجة مايهربون لحوش عندنا حاليا بولا وحش مر صفر 22 مع معناها ماحد مر ووصل البواب الزرق حقاتنا حط عينك موجود هنا إذا قمت جمع نقاط وتحسس أن هجومك تمام موضع زين أجين إحنا الدفاعاتنا حاليا قوية واجد أبدأ فكر إن حط دفاعاتنا وذي إذا تكون الخطوة الأخيرة مهم مهم إن يكون فيها دمج عالي يعني أبنك بعد قلبي تعال هناك مهم يكون فيها دمج عالي فأجي حط مثلا شي يسوي دمج غفيث ماي حلو وكهرب حلو بس كذلك نبي الحط مثلا ماي وثلج سريع سريع الخطة هنا عشان نجمد الناس مجدين رح يجونا ثلجي عادي ثلجي ثلجي حلو البف اللي أبي أبي شي يسوي يزيد قوة البايو عندنا هذا يزيد الرينج حق البايو يضرب المسافة أعلى شور نضرب يسهلك عملة من عندنا يسهلك 120 وعندنا حالية 116 جد ما عندي عندي مشكلة في الشيء ذا أجهز ماي أني نحضر ثاني ولا دفاع ثاني مؤقتا حط في بالي عدرحمن دفاعاتنا جاهزة كل شي تمام حرف البي ويبدأ الموجه ثالثة مفروضا أن هذه المنطقة حين ما رح يسوي الدمج عليهم الدمج رح يكون بأبراج النار ولا الماء لأن الوحوش الثلجي عنده مقاومة ضربة الثلجية عقيا هذا هدف أني لش أنا شفت الوحوش الثلجي وخلاص ما صرت تحت دفاعات الثلجي هنا أركز على المائية والكهربائية والنارية لأننا عارف أغلبتي وحوش رح يجون يكون ثلجي فلازم تتأقلب نوع عما على حسب الحوش الجاية دع ما فرض يموت قبل يوصي للجهة الدفاعات حقيتنا هناك شهرات فيضر واجه جمعنا كم من حاجة العادة أنا أحب أحط الشيء ذه هنا في المنطقة اللي برا أحط دفاعات وألمنت معين الفكرة من اللي هو الفكرة العادة الوحش الوحيد اللي مر من الدفاعات حقينك اللي طير الرون هانتر ضيغث أمي هانم فحط حاجة توقف وتسوي دمج عالي لأن الغلبية الوقت رح يجي دمج وهو مار بين الوحوش الثانية بس ما رح يمدينا موت فحب حط شيء وراء بحيث إذا قرب أضرب أضرب هنا إذا كل ما يحتاج نبي شيء ثاني مثلا حط دفاع ثالث هنا إذا تحتاج الغالبية ما تحتاج فانسرقت عملي محتاج رقم هذا من الدفاعات لأن عادة أسئلهم سيسيب وهم بعاد فضرما ما يوثلج ما يوثلج ما يوثلج وجمدهم قبل الله يبعدون على منطقة الضرب حق الدفاعاتي وأبراجي ومعناها أبراجي موتونها هذه واحد من تحديات قيمة المدافع ستزداد لكن يعطوني نقاط أكرة سويناها سيجون حجريين ورونقارد حاليا ما عندي في اللعبة هو عندنا في اللعبة البو واللي اعتبر البرج المثال للكائنات أو للمخلوقات الحجرية بس وضعنا تمام طالع يجو الناس من هناك يجو الناس من سيدة حلو كروبركة ستارت الآن بتكلم عن بعض الأفخاخ الموجودة في اللعبة في المرحلة نفسها مثال عليها هذه تصرف نقاط معينة وتدمر البرج اللي عندك في الجهة هذه معناها أي وحش يقدر يمر من الجهة تفعل البرج هذا مفروض أن يطيح ويموت مباشرة طبعا إذا واحد مر من ذي الجهة من دي نجرب أن نجرب مفروض مفروض استنيت شوية ما علي كنت ما على أبغط بل دم مفروض بدا بدا مفروض حسناً، حسناً، حسناً. نريد أن نتطور دفاعاتنا، ما نروح مرحلة الأصعب، والأصعب، والأصعب. أعطيناً لمسة جديدة للعبة، النظرة الجديدة للعبة ما كانت موجودة في قبل، وتغير جوك نوع من الوقت، عندما تستطيع التفرّم، تستطرّم، وتزدقى البابات، لديك، تدخلني هنا، وتجرب شيء جديداً معي، أقوم بأخذ بفريش للاعبة، أتمنى أن يدعونها في اللعبة، ويضعون أشياء سبوعية نقوم بعملها، ونأكدام المهما وجياء تغيير من الوقت، الاغلبية بشلونها؟ بس اتمنى يخلونا. على المهم اذا عجبكم فيديو ساعدكم منفعكم اي حاجة سبسكرايب لايك كومنت. ما ادي اذا بسوي بث اليوم ولا لا. بس العادة نسوي بثث عن طريق التويتش اللي موجود في التسكريبشن. كل ايام السبوع بس اثناء يوم الجمعة عشان كما تردد بريد اليوم بسوي فيديو ولا لا. بس على المهم اذا كنت تخشون هناك تسوي الفولو وراح يجيكم تنبيه بثث لنا لما نسوي بثث حقاتنا. ولي العادة تكون من الساعة 8 في الليل لنسا 12 في الليل. كذلك هتنسون عندنا القفوة حق تشاو. بقي الارمع ايام. اللينك حق نسوكنا في التسكريبشن. لاتخذناك سوشارك. هكما رجائي باي باي.